بصيص نور يخترق عتمة بيروت من خلال إعلان العاصمة اللبنانية عاصمة للإعلام العربي إعلان يعكس التنوع الثقافي والفكرية الذي تحتضنه بيروت افتتاح فعاليات المناسبة تأجل من شهر شباط فبراير بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زياد مكاري ثمن خطوة مجلس وزراء الإعلام العرب معددا مزايا مدينة بيروت كانت إذا بدك فرصة للتحدي وفرصة أن نقول أن بيروت بعدها موجودة وبيروت بعدها موجودة لأنا كوزير الإعلام كثير مبسوط أنه منقول بيروت هي عاصمة الإعلام العربي وبتستحق بجدارة أن تكون تأخذ هذا اللقب الإعلان عن الفعاليات شارك فيه عدد من السفراء المعتمدين في لبنان فكان تأكيد للمكانة المميزة للعاصمة بيروت اللبنان محتاج لوقوف كل الدول العربية لإخراجها مما هي فيها الآن فالجمهورية اللبنانية هي عزيزة على الكل بلا شك حقيقة نحن فخورين بعودة بيروت لآلقها وتألقها لأنها ستبقى عاصمة ومنارة في العالم العربي ومن السفير التركي تحية لبيروت أشعر بالسعادة للمشاركة في هذا الحدث لأنه يعطي إضافة كبيرة لبيروت بعد السنوات الصعبة التي مرت بها وأثنى الإعلاميون على هذا الحدث تكون بيروت عاصمة الإعلام العربي تأكيد على دور بيروت ودور لبنان ودور الإعلاميين والإعلاميات اللبنانيات وخصوصا دور الإعلام الحر اللي بتمثله بيروت وسائل الإعلام اللبنانية بيروت طالما كانت عاصمة للكلمة عاصمة للحق لأنه أول مدرسة حوق في بيروت وكمان مشهور لبنان ومعروف بكونه منبر للكلمة الحرة على مستوى ليس فقط العالم العربي إنما على مستوى العالم اختيار بيروت عاصمة للإعلام العربي يمثل رسالة دعم عربية لعاصمة يسكنها التنوع الثقافي والإبداع اجتداد الأزمات في لبنان لم يمنعه من مواصلة احتضان التنوع الإعلامي والثقافي فاستحقت أم الشرائع بيروت وعن جدارة لقبها الجديد عاصمة الإعلام العربي عباس صباق بيروت الميادين